السلام عليكم ومرحبا بكم معي في فيديو جديد نتمنى ان شاء الله تكونوا وكلكم باخر وعلى خير اليوم ان شاء الله سيكون هناك حلوة اللي رائعة اقل من كل اللي نقول عليها انها اكثر من رائعة كل شي يحمق عليها كبير وصغير وبالخصوص عشاك القهوة والشوكولات هذه الحلوة ستحمقكم على ضمانتي حلوة اللي هي سهلة رخيصة اقتصادية بدون بيد بالنسبة للناس اللي لا يريد الحلوية اللي فيهم البيض والاهم هو انها تعطي كمية وفيرة جدا اقل مئة وخمسين جرام ديالز فقط ستحصلوا على كثر من مئة وخمسين حبار اللي تقدر تخرج لكم حتى لثلاثة كيلو عبار تبعوا معي اخواتي في فيديو حتى الاخير ان شاء الله ستشوفوا معي كل شي بأدق التفاصيل وهذه نشارك معكم حتى تعمل البيع في اخر الفيديو كيف ديما لا تنسوش اخواتي اللي عجبكم الفيديو شجعوني بلايكاتكم والله يجزيكم باخر لا تنسوش لي اللايك لا تنسوش تفارتجي الفيديو مع الناس اللي كتعرفوا باش تعمل الفائدة واللي اول مرة تزور القناة اختي مرحبا بك والف مرحبا اشتركي وفعلي الجرس باش دائما تبقيت توصلي بجديد الفيديوهات ديالي ويالله نبدأ بسم الله على بركة الله وبالنسبة المكونات العجينة هذه الحلوه هذه فقد يحتاج فيها 250 جرام زبدة مارغارين ممكن تعودها بزبدة حيوانية ولكن ستنقص من كمية الزيت بالنسبة لي انا كانت استعمل مباتي سور احنا كانت عندي هذه ديال مصد كيلو ورقسمتها على زوج 850 جرام وخليت 250 جرام نخدمه الحلوه اخرى المهم ممكن تستعملوا اي مارغارين متوفرة عندكم ماشي بضرورة النوعية هذه ولكن انا كان فضل نخدم بهذه زوج كؤوس ديال السكر حبيبات الكاس ديال العنبه كله كأس كيعير 150 جرام عندي هنا كاس ديال الكوكاو محمر بالقشرة دياله ومطخون مزيان حتى يرجعها كده معلك اني ماختش يبقوا فيها كده كل فرس ديال الكوكاو وغادي يحتاج ايه كاس ونص ديال زيت نباتية كاس ديال العنبه واحد عامر والكاس التاني استعملت منه غير النص الى درته زوبدة حيوانية وغادي يحتاج ايه واحد العلبة صغيرة ديال هاد كرم ديال شوكولاتة او لا دانيت شوكولات كيبقى اختياري لما كاش عندكم تقدروا تستغنائه او لعوضوه بشياغورت اخر وغادي يحتاج ايه وغادي نحتاج نيازوج معلق كبار ديال الكاكاو انا استعملت كاكاو حلو ما بغتش ندير الكاكاو المور لان عندي القهوة سريعة الذوابان كتعطين المرورة وغادي نحتاج نيازوج معلق كبار ديال الكهوة سريعة الذوابان وهذا هو المكون الاساسي فهذه الحلوه هذه اللي يتعطيه واحد طعم خاص ووحد وغادي نحتاج واحد الكيس دير خامير كيموية سوى من فئة 7 جرام او 8 جرام او لديره معلقة صغيرة وغادي نياز الدقيق بالنسبة للدقيق فهي يبقى على حساب النوعية ديال الدقيق وعلى حساب العجين تقريبا هاد العجين هديك تاخد لي ما بين 900 جرام حتى الكيلو و100 جرام يعني ما نقدرش نقول لكم بالضبط لانه كل مراش حيكا سدي لي العجينة واصلا هاد المرات الدقيق خرج لي شوية كي يشرب بزاف وعندي رشيشة ديال الملح دائما لتصحيح الدوق هنا اول حاجة نأخذ ديك القهوة سريعة الدوابان سنضيف لها واحد زوج معلقة السكر سنضيفه في واحد الطحانة ونطحنهم مزيان مزيان حتى ترجع لي ديك القهوة سريعة الدوابان بودغة ما كتبقاش هكذا حرشة وما تبقاش هكذا مفردة انتم كيف ما تلاحظوا معي هكذا كي يكون القهوام ديالها تكون بحل السكر كي تعطينا نوكها اقوى وكتدوب لنا دغية في الخالة ما تبقاش هكذا محببة اخذت واحد القصرية وضعت فيها الزبدة ورشيشة الملحة والسكر وضفت عليهم القهوة سريعة الدوابان اللي اطحنتها مع شوية السكر ونخدم مزيان هاد الخالط هذا الزبدة مع السكر باش كتترجع عنديها كتديك الزبدة طرية واحد شوية لان روكم معارفين المارغارين ديما كتكون شوية قاسحة على الزبدة العادية سوف نخدمها مزيان كيف ما تلاحظوا معي حتى كترجعها بها الشكل هذا سوف نضيف لي هذا الزيت النباتية بالنسبة للزيت كيف ما سبق لي وذكرت إذا استعملت زبدة حيوانية ديروا غير نسكس ذيل الزيت لان رأي هكذا بالمارغارين ودرت غير كاسو نسكس ذيل الزيت ورأي تجيه شيشة إذا درتوا الحيوانية غير نسكسره كافي سوف نضيف ذلك الزيت نخدمه حتى هو مزيان مع الزبدة حتى يرجع عندي الخالط بحل شكل بوماد ضروري ما نخدمه الزيت مزيان مع الزبدة حتى لا تبدأ العجينة تطلق لنا الزيت إذا كان الزيت لم يخدمه مع الزبدة ستبدأ العجينة تطلق لنا الزيت ونضيف فيها غير نسكس ذيل الزيت ستطلق لنا الزيت من بعد ضفت العلبة شوكولات سوف نضيف ذلك الكاس الكوكو كما قلت لكم انا استعمل الكوكو بالقشرة ممكن تستعمله لوز ممكن تستعمله جنجلان قرقع اي مكسرات تقدروا تستعملها في هذه الحلوة او لا تضيف بيسكوية ومطحون او لا تضيف اللي بغيته سوف نضيف ذلك الكاكاو الحلو اللي بغى تضيف كاكاو مر تقدر تضيف الكاكاو المر ولكن اعطيكم اللون مغلوق والحلوة ستطلق لكم لمرورة او لا تستعمل لا تستعمل الشوكولات مع القهوة سوف نستعمل هذه المكونات مع بعديتهم ونضيف دعبات الدقيق والخميرة بالنسبة للدقيق فارغة نضيف غير شوية بشوية احتكت تجمع لي العجينة العجينة تجي شوية قاسحة لا تحتاج مرخوفة بزف لان لا تستعمل الحلوة في وسط الفران لان لا يوجد البيض اللي سيجمحها وإذا كانت العجينة خفيفة بزف او لا جارية سيجمح لكم في الفران وما تلقوا ما تجمعوا فيها مهم خدوا بعين لاعتبار هذا النصائح اللي كانت لكم باش تنجح لكم الحلوة سفي هنا يم بعد ما تجمعت لي العجينة سنجمحها غير واصابع ديالي ما كان دلكها محتاج شي حاجة كيكون دول قوام ديال العجينة انتو ما شوفوا معيارها شوية قاسحة مجموعة تقريبا بحل العجينة ديال السابلي او لك تكون قاسحة شوية على العجينة ديال السابلي سنغطيها بواحد بلاستيك غذائي و سنضغطها باش نشكلها ناخدها كذا غير واحد تريف ديال العجين و سنضبسه ما بين جوج ديال البلاستيكات ضروري ما نستعن اما ببلاستيك و اما بالورق ديال الطبخ و سنرققها كذا بواحد بالنسبة اللي عجينة فضروري ما خصتها تكون شوية غليضة ما ترققوهاش بزاف لانا غادي نديرو غير واحدة ما ننصقوش واحدة مع واحدة انتو ما شوفوا معايا كيف يكون السمك دياله كيكون شوية غلض هنا يا خديجات المطيبع هو اللي غادي نخدم به ممكن تستعملوا غير مطيبع دائري عادي او لمربع او لا اوضال مستطيل اللي بغيتوا تخدموا به هتقدروا تخدموا به انا خدمت بهذا كيجي صراحة الشكل دياله شوفوا معايا السمك ديال العجينة را كان نبيين لكم بانما ما راها غليظة مش ارقيقة بزاف معاها تنفخ واحد شوية ما فيهاش بزافة الخميرة غير كيس واحد ديال الخميرة ما تنفخش ليكم بزاف صافي وكان بداها كده نطبع في ذاك العجين ديالي بهذا المطابع وكان وضعها كده في واحد اللطة اللي ضروري ما تفرشوا لها الورق ديال الفرن اللي غادي نندهنوها ببيض البيض شو ما تبداش تلصق لنا الحلوي لصاح هكذا البيض مع الجناب ولا صافي مويم هنا في الاول را كنت كانت طبع غير عادي ولكن في الاخير استعنت بشوية ديال بطيك لان العجينة كانت تلصق ليا في المطابع صافي وان بعد ما ساليت هذيك الكمية ديال العجين غادي نرجع وان ندير كمية خرا وكننخلطها مع هذيك العجين اللي في الاول باش ما يبداش تقلص ليا الحلوة في الفرن لان العجينة اللي بقينة نعودوا لها ونعودوا لها غير نفسها را تبدأ تتقلص لنا في الفرن مويم غادي نعود لها بنفس الطريقة كيف ما لحتوا معي غادي نرققها بصمك اللي هو شوية غلد وغادي نطبعها بنفس المطابع اللي شاركت معنا تقدروا تشكلوا من هذي العجينة اشكال خرا مثلا تخرجوا منها ثلاثة ولا اربعة ديال الشكيلة ترا تبارك الله عجينة كبيرة وتخرج كمية كثيرة وتديروا بها اشكال عديدة يعني ماشي بضرورة تديروا هذي الشكيل هذي قدرت انا بالضبط تقدروا تديروا هكذا شي شكيل اللي تكوروه وتغطصوه في الشوكولات او لا تديروا اللي تغطص في الكمفيتور او لا المهمرة يبقى لاختيار لكم انا فقط خدمت معاكم هذي الشكيل هذا لانه كان هو اللي عندي في الكموند وغالبا كي ياخدوا من هذي الحلوه هذي من زوج كيلو الفوق ولا كيلو ونص ولا يعني ما ياخدواش قل من كيلو وما كي يبغيوش هكذا مخلطة وهنا يعني بعد اما عمرت زوج جيال اللاطات اللي هندخلهم في الفران لانه انا عندي الفران كبير كي يهزلي زوج جيال اللاطات دفعة واحدة بالنسبة لك تزيين فقدين اخد هنا باياض بيضة وغادي ندهن به الوسط ديال هذي الحلوه هذي وغادي نوضع فيها هكذا وحد الكمية ديال لوز ايفيلي او لا كوكو ايفيلي كي بقى اختيار ليكم اذا بغيتوا تديروه حتى كوكو ايفيلي تقدروا انا كندير لوز ايفيلي المهم كيف ما لحتو معي را كنديروه هكذا غير في الوسط وكان حاول هكذا انني انتبتوا مزيان باش يلسق لي فوق الحلوه لاني لما تبتوش من بعد فاش غادي تطيب الحلوه يقدري تزول لكم ذاك ما يبقاش فوق الحلوه ذاك اللوز ايفيلي مهم انتم ما كيف ما لحتو معي يعني كان اخد ذاك البيض وكاندهنه بالبانسو غير الوسط ما كاندرج حتى الجنب باش ما تشقق لي الحلوه لانه بيض البيض يشقق لنا الحلوه واللي كيبغي اكذا الحلوه تجيم شققه فتقدروا تدهنه الوجه ذاك الحلوه كامل بالبيض بيض البيض وتزينه غير الوسط بلوز ايفيلي سوف ينزين الكمية الحلوه اللي عندي كاملة بنفس طريقة وفي هاد الوقي ترا عندي الفران شعلت وباش كي يسخن وغادي ندخله الحلوه ديالي من فوق النار تكون تحت منه النار ستكون مهيلة بزفزف لان الحلوه عندنا فيها الكاكا وما كيبغش فيها الطياب الى مشات حتى التحرقات غتطلق لكم المرورة وغتجي مرة وما تعطيناش ذاك الوقو الزوين اللي احنا بغيينه مهم غي كنشوفو الحلوه بدات كتشد فراصها ونشفز اني كنحسو بها طابت كنهبطوها لتحت باش كيتحمر ذاك الوجه ديالها وباش غتعرفوها التحمره ترى ذاك اللوز ايفيلي را يتحمر سوف غتعرفو الحلوه ديالكم طابت واللي عندها فورن كهربائي سوف تديرو على مية وستين درجات تقدروا تشعلو عليها الفوق والتحت في نفس الوقت وحتى لو كانت عندكم المرواحة تقدروا تخدموها وهذا هو الشكل النهائي ديال حلوه ديالين بعد ما طابت انتو ما شوفوا معاي كيف تجي صراحة تجي رائعة وكيبقى كده الشكل ديالها الزوين ما كتتدى فوق ما محتش شي حاجة وطيب ديالها انتو ما كيف مالحطوا معاي كيكون موحد ما تحرقوها وما تجي مغلوقة كتر من عكدا خاصة تبقى هكذا اللون ديالها مفتوح لكي تجي بنينة مهم صفي اللي بغى يخليها بحالة كده انا بالنسبة لي قد نزينها من فوق بخطوط من الشوكولاتة البيضاء وكيبقى داك شي اختياري لما بغيتوش ديرو هاد المرحلة هتقدرو تستغنو عليها هنا انا فرشت الطاويلة ديال العمل ديالي سلوفا باش ما تلسقش لي الحلوه على البلوندو تخضاي وهاكدا ستفت الحلوه ديالي كاملة على الطاويلة ديال العمل وغادي نزينها بالفوق بشوكولاتة مدوب دوبتو غير فوق حمام مائي استعملت شوكولات غالة مهم نوعية اللي موالفين تخدمو بها لا تقدرو تستعملوها صفي ودرت هكدا فوحد للبوش ودرت لوحد تقيبة رقيقة وكان بدا نزين هكدا الحلوه ديالي من فوق بخطوط اللي كانت تكون رقيقة باش ماكي تغطاش لي هادك الشكل ديالها ودك اللوزئي فيلي ماكي تغطاش باش يبقى الشكل ديالها بعين وصفيها دوات تزيين ديال الحلوه ديالي كما لحتوا معايا سهلة مهلا وبسرعة كتوجد وكتعطي كمية كتيرة ما شاء الله المهم انا غادي سليلها التزيين ديالها وغادي نرجع معاكم باش نشوفوا الشكل النهائي ديال الحلوه ديالنا وكان هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه اللي شاركت معاكم اللي بصراحة كما قلت لكم في الاول اقل ما يمكن اللي نقول عليها انها اكثر من مهلا رائعة بنينا ما تشبعوش منها وسهلة وبسرعة كتوجد يعني ما تاخد منكم لا وقت ولا مجهود ولا احتكترت المكونات كيف ما لحتوا معايا مكوناتها بسيطة شوفوا معايا كيف يجي كذا الشكل دياله صراحة كتجي رائعة غايت نتفعكم بزاف بزاف بالنسبة الاخوات اللي يخدموا لكمون لانها مسربية وكتعطي كمية كبيرة بالنسبة الكمية اللي تحصلت لها انا فارات تقريبا خرجتلي بلحساب اما بالميزان فكتخرج لكم حسن 3 كيلو عبار يعني تخرج لكم 3 كيلو وافية بالنسبة لتعمل البيع انا كنخرجها ب80 درهم للكيلو لان انا خدمها بلوز ايفيلي لكو ستخدمها بكوكا و ايفيلي تقدروا تخرجوا ب60 درهم او ل70 درهم للكيلو قبل ما سألي معكم الفيديو سوف نفتح معكم واحدة باش تشوفوا كيفاش كتجيه شيشة مرملة امل بالناء فجربوها عد وغادي تعرفوا بحقها الفيديو ديالي هنا غادي سالين خليكم داباء الى فيديو الجيش شاء الله الى اللقاء